عبر متظاهروا وناشطوا ساحة الصدرين في محافظة النجف الأشرف عن استنكارهم للاعتداء الإيراني على أربيل عاصمة إقليم كردستان واصفين هذا الاعتداء بأنه انتهاك واضح للسيادة العراقية مطالبين الحكومة الاتحادية بضرورة اتخاذ الخطوة الرادعة لمنع تكرار هذا العدوان أربيل تعتبر مدينة آمنة جدا بالمقارنة بالمدن العراقية الأخرى اليوم الاعتداء الإيراني الذي صار على أربيل أو صار على العراق جميعا لأن أربيل جزء من العراق نستنكر بشدة هذا العمل نعتبر عمل إرهابي عمل خرق السيادة العراقية اليوم إيران اتجاوزت حدودها بسبب ضعف الأحزاب التي هي ولائها إيراني هذه الأحزاب التي خلت إيران وغير إيران تستهدف السيادة العراقية كمراقبين للوضع السياسي الراهن نتيجة تكرار هذه الحالات نتيجة تكرار هذه الاختراقات أصبح هناك شبه ملل أن الحكومة العراقية لا تحرك ساكن سوى أن تصدر بيانات استنكار وهذه البيانات لا تغني عن جوع حقيقة وهي لم توقف مسلسل الاعتداءات والاختراقات خصوصا اللي شنها الجانب الإيراني بين فترة وأخرى على الحدود العراقية أو على مواقع داخل العراق نتيجة لارتباطات بعض المنظومات السياسية والعسكرية لا نقبل أي اعتداء سوى على محافظة أربيل أو محافظة كاركوك أو محافظة النجف أو كربلا أو أي محافظة من المحافظات العراقية التي تنتمي لهذا الوطن الحبيب ولا بد أن يكون هناك قانون صارم يجزم هذه الاعتداءات على العراق ترجمة نانسي قنقر